دكتور خالد الرئيس الراحل ينتمي إلى المدرسة البرغيبية التي لطالما حرست على هيبة الدولة كيف استطاع هذا الرجل طيلة توليه لفترة أو لرئاسة البلاد أن يخرج بالبلاد أو أن يكون صمام أمان لتونسيين وربما أن يغلب مصلحة البلاد على كل الصراعات الداخلية مساء الخير وكل التعازي إلى الشعب التونسي وعائلة السبسي وكذلك إلى كل إلي حتى شخصيا باعتبار نحن كلنا قد أصابنا هذا المصاب الجلل في الواقع الباجي قايد السبسي هو فعلا سليل دولة الاستقلال وسليل المدرسة البرغيبية وبقي وفيا لها في العديد من المبادة وخاصة منها مبدأ هيبة الدولة ووحدة التونسيين ويتجلى ذلك بوضوح خاصة عندما رفض مشروع قانون الإقصاء الأول في سنة 2013-2014 ورفض أيضا مشروع الإقصاء الثاني قبل أيام قبل وفاته وعندما رفض الإمضاء على التعديلات التي يقول الجميع بأن التعديلات تدعو إلى إقصاء بعض الأطراف السياسية داخل الانتخابات التي ستحدث لاحقا لكن هاجس الباجي قايد السبسي وهذا ما استشارته شخصيا حتى عندما قابلني في القصر هاجسه الأساسي كان المحافظة على كرامة تونس وأهلها والمحافظة على استقلال تونس وسيادتها والمحافظة أيضا خاصة على روح الدستور وعلى عدم دوس الدستور كان حريصا على أن يبقى الدستور التونسي بالرغم من الثغرات التي هو نفسه يقر بها بالرغم أيضا من هنات التي فيه بالرغم من أنه هو نفسها عندما قابلته أكد لي بأنه كان يحرص ولديه رغبة في أن يقع تغيير بعض فصول هذا الدستور لكنه آثر في النهاية أن يتركها لمن يأتي بعدها باعتبار أن الوقت لا يكفي وإضافة إلى أشياء أخرى تتعلق بالتجاذبات السياسية فهذا الهاجس هو الذي حتم عليه أن يقبل بعض الأمور التي ما كان ليقبلها رئيس آخر قبل مثلا التعديل الوزاري الذي حدث في شهر نوفمبر الفارض بالرغم من أنه قد اعتبر إهانة له مجريات هذا التعديل الوزاري قبل أيضا مساء الأخرى تتعلق بفرض بعض الوزاراء عليه باعتبار أن الدستور لا يسمح له لم يريد يمي شاء أن يتعصف على الدستور ولكن على الأقل أياما قبل موته قرر هو نفسه أن لا يمضي على مشروع قانون التعديلات الخاص بالانتخابات لأنه استشعر وقرأ وهو المحامي دكتور خالد هذه النقطة مهمة للنقاش ربما ذكرت قبل قليل أن الرئيس لم يمضي على قانون الإقصاء سنة 2018 لم يمضي على قانون تعديل الانتخابات هذه السنة أيضا كان لدى الرئيس السبسيا الراحل ثلاث اختيارات منها أو الاختيار التوقيع على هذا القانون قانون الانتخابات أو ربما إعادته لقراءة ثانية أو ثالث خيار ربما الاستفتاء هل تعتقد الدكتور خالد أن الرئيس السابق اتخذ ربما الخيار الأسلم في رأيي الآن ربما قد يكون هو الخيار الأسلم برغم أن قراره يعتبر وهذا يقول حذب بعض فقائل القانون الدستوري يعتبر خرقا للدستور لكن هل هو خرق كبير أو صغير هذا شيء آخر لكن على الأقل أعتقد أنه قرار سليم خاصة وأنه قد توفي الآن والبلاد في حاجة إلى الوحدة إلى تكاتف كل شعبها إلى انصهار كل مكونات التونسيين فيما بينهم من أجل تجاوز هذه الظرفية العصيبة التي تمر بها تونس ومثل هذا القانون لو تم الإمضاء عليه ولو تم إقراره فأنه سيكون عبارة على قنبلة موقوتة ستنفجر حتما خاصة بعد أن توفي الرئيس وفي هذه الظروف الحرجة التي نعيشها لكن عدم إمضاءه ربما هو استشعر أن أيامه بقيت قليلة فقرر في آخر لحظة أن يبقى وفيا للمبدأ الذي يؤمن به وهو أن لا يقصى أي كان من التونسيين وإن تم الأقصاء فليكون على أسس واضحة وأسس سليمة ويوافق عليها الجميع ولهذا أعتقد أن عدم أنضاءه هو يدرك أنه عندما لا يمضي فأنه لن تقع مسألتها لأن الفصل فصول إذا هناك فصل في الدستورية نص أنه لا يسأل رئيس الجمهورية في مهامه وهناك فصل آخر يقول حتى إن حدث خرق جسيم يقوم به الرئيس الجمهورية فإنه يجب على النواب أن يوافقوا على عزله بأغلبية الثلثين وثم بعد ذلك المحكمة الدستورية توافق على العزل بأغلبية الثلثين ومدامة المحكمة الدستورية غير موجودة فإن هذا الفصل لا يمكن تطبيقه ومن هذه الثغرة قرر رئيس الجمهورية أن لا يمضي لأنه لن يسأل وليس هناك ما ينص في الدستور على ضرورة ووجوبية إمضاءه وخاصة في حالة أنه لم يمضي لا يوجد أي شيء في الدستور ينصه على عدم الإمضاء وما يستتبع عدم الإمضاء والنقطة الأخيرة والثغرة الأهم عدم وجود المحكمة الدستورية هذه المحكمة الدستورية التي يعتبر ذات نواب مجلس النواب الذين عجزوا عن إرسائها لمدة أربع سنوات أنفسهم يعتبرون قد خرقوا الدستور وبعض الأحزاب السياسية رأت أنه ضرورة عدم إرساء المحكمة الدستورية الآن لأن في إرسائها فإنها ستمكن رئيس الجمهورية السابق يعني الباجي قيد السبسي من أن يعين أربعة نواب سيكونون بطبيعة الحال موالين له وضد حركة النهضة ولهذا كان هناك تمطيد في مسألة المحكمة الدستورية حتى لا يقع إرسائها حتى لا تعطى الفرصة للباجي قيد السبسي كي يعين من يعتبرون أعداء لحركة النهضة وهذا السلاح الذي حورب به السبسي فيما يخص المحكمة الدستورية حاربهم به عندما رفض الإمضاء مستغلاً هذه الثغرة ثغرة عدم وجود المحكمة الدستورية